السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هاد نهار ان شاء الله سنقدمكم حلقة ديال واحد النبات اللي هو قاتل موجود متاح في جميع المنازل ممكن انكم تعطيوه الالانب ديالكم ويعني بكل ببساطة انكم غادي تخلصوا منه يعني يحضروا من هاد الخضر وحقها خضرة غادي نوريكم اشنا هي اه قبل ما نحضروا على هاد النبات غا بالنسبة للناس لي بغوا يبغوا يعطيو الالانب ديالهم اني النباتات والخضر يعني طريقة وهي غادي سيرو هادرت عليه وهو هاي فارينول هادي غا يعني يعني كفكرة يعني دايزة مهم انا اعطيتهم هادك الدوا ودبراني كان اعطيهم اه نباتات خضراء يعني غايتكم موجففة مزيان اه ممكن انكم تعطيوه تعطيوهم بحلقة خص اللي غادي اشيط عليكم اللي قامة انت كنين ما كتشوفو هاد الكرومب تهو ميدلهم والو القشور ديال الماطيشة انتون ما كنين ما كتشوفو الحلقة ديال هاد نهار وهي بكل بساطة ماديش نطول عليكم بزاف وهي البصلة هاد القشور ديال البصلة هاد البصلة الخضارية احنا كنقول لها البصلة خضارية كتكون طويلة هاد البصلة الخضارية ارا شحن مواحد يعني ما عرفش الاناني بديالو علاش ماتو كنوا متأكدين هاد البصلة اي لمشوا وتأكلوها يعني ارا مباشرة كيبقوا يغوتوا اولا كيبقى تسمعوا واحد الغوت يعني كأنك يعني عطيتهم شي سمن الله يسر حذيو من هاد البصلة يعني كما وخا تكون غير ريحة ديالة في الماكلة ما تعطيوه هاد مش قشور ديال البصلة هكا يعني الخضارية كين البصلة اللي كتكون كركبها هكا هديك يا عموما البصل ما كيتعطاش الآلاني مباشرة كين الطرق يعني بالنسبة للناس اللي كي ربيوا الآلاني في فصل الصيف كين التومة والبصلة هادو ممكن انكم تديروهم البصله كل لتر غدي تخلطوهم معهم قديروهم في المولينكس واضربوهم بالخلاط يعني مولينكس كا تعطيوهم هادك الماء ليل البصلة ماشي البصل مباشرة هادك كيتيح لهم دارجة الحرارة تل خمسة يعني إذا عبرتوا لهم دراجة الحرارة كتلقوا أن دراجة الحرارة كتولي عندهم مزيانة والتومرة معروفة ذكرها مضاد حيوي مزيان أما بالنسبة بش أعطيهم القشور ديال البصلة يعني مخلطين مع الخوضة اللي كتشيط عليكم هذا الدوا هيبارينول غدي يخليهم ما يمرضوش يعني بالأمراض المعاوية مزيان ولكن بالنسبة إلا عطيتهم هاد القشور ديال البصلة كما كتشوفوك راه هذا قاتل كونوا متأكدين هذا راه قاتل أنا كان عودها وكان عودها الناس اللي كيقول لك لا راه كان عطيهم بصلة هديك القشور ديال البصلة ممكن أنكم تخلطوهم مع الماء وتصفيوه تعطيهم غير ما ديالو ما تعطيهم ش قشور للبصلة يا عباد الله قاتل 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 هدي يعني وقعت لي في البداية ديالي ما كتش كان عرف سنين سنين من يالله بديت كنت عاد صغير وكان عندي واحد أشجار كي يعطيني إلا كان شي حاجة مثلا الخبز كارم كي يخليه لي مرة مرة كي يجيب لي واحد الإناء عمر بشي قشور كيقول لي هكي يعطيني الأرانيوم أنا كنت أعطيهم اللي كان يعني أي حاجة كنت أعطيها لهم كانوا عندي واحد القاطع كله مشالي في نهار واحد تخيلوا أنه نهار واحد مشال القاطع كامل إذن هدي ناصيحة خودوها من عندي ما تعطيوش الأرانيب ديالكم القشور ديال البصل أو البصل وخصوصا هاده البصل من هاد النوع اللي كتكون طويلة يعني كتكون هي طويلة هكي كتأخذوا لهم الجزء اللي غدي تتكال وهذا كتترميه كتبولوا غادي نعطيوه الأرانيب هكا يعني القشور ديال الخضار القشور ديال الخضار حيدوا هاد وخري حاجة لكم ديالهم ما يتكونوا شأن هاد شي غادي نرميه هاد الشي واه ممكن أنا نعطيه لهم أنتم ممكن ما كتشوفو للقشور ديال البصل يعني ممنوع بالنسبة للأرانيب لأن هذا الموضوع عدارة شحال مواحد يغلط ويضيع الأرانيب دياله يتلكون مبين ليلة ونهار كيمشي القاطع كامل ونمتأكدين أن القصور ديال البصل رهم كسمن بحلي السمن كتعطيوه الأرانيب ديالكم كي نعود ثاني نهضروا على حواج أخرين كي القصبر حتى هو كي قتلهم كين هاد البصلة اللي هدمنا عليها وكين القرعة البسيفسية اللي كتسعبلوها في الكسكسون هار الجمعة كتكون في هاد الحجم كيقولها القرعة البسيفسية ماشي القرعة الحمراء وإنما القرعة البسيفسية كتكون تقريبا فيها واحد الشبر هاديك القصور دياله عاودينامشي تعطيته الأرانيب وراك يضرهم ولكن يضرهم على المدة عندك القصور ديال البصلة والقصبر هادو كيطيحوهم في البلاس كيبقوا مساكن كيغوتو كأنهم كلاو شي سم إذا ما نطوش عليكم الرسالة رأى واضحة الناس لي ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر جيم باش تسندونا وتكيووا على زر جرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة